السلام عليكم و أهلا بكم في حلقة جديدة مع أسامة نتناول فيها أهم الأخبار الرياضية العالمية والمحلية وأكيد أهمها أخبار النادي الأهلي اللي مازال بيواصل الاستعداد التام لمباراة صعبة جدا غدا إن شاء الله أمام فريق الاتحاد السكندري بإذن الله النادي الأهلي يقدر يقتنس السلاس نقاط ويحافظ على صدار الجدول الدوري بالعلامة الكاملة النادي الأهلي بعيدا عن كرة القدم كنادي أهلي أو مش بعيدا عن كرة القدم بعيدا عن تدريبات كرة القدم النادي الاهلي اليوم كان هناك حفل الرعي الثالث الرعي الثالث للنادي الاهلي والتعاقد لمدة اربع سنوات وما زال صراع الرعاه مستمر وما زال هناك رعاه اخرون سيعلن عنهم النادي الاهلي اتباعا على عكس الاندية الاخرى المنافسة التي حتى هذه اللحظة لم تحصل على الرعي الاول بعد الامور بتتضح بشكل كبير جدا لما بتتساب القصة للنادي ان هو يكون اسمه وتاريخه وبطولاته وشعبيته هي الجاذب بدون تدخل وبدون تحديد الرعاة موجودين وده نادي وده نادي وده نادي وده نادي عايز ترعى اي نادي تعالى براحتك وطبعا لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي فانت بتتكلم عن النادي الاول في مصر وافريقيا والوطن العربي لشعبيته الجارفة ولو بطولاته فمبروك للنادي الاهلي الرعي الثالث ومنتظرين مزيد من الرعاة في الفترة المقبلة طبعا حضر الحفل مجلس ادارة النادي الاهلي بالكامل وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب وايضا نجوم العلعاب مش كرة القرم فقط لا غير كابتن سال عفريس كان موجود ولكن ايضا نجوم العلعاب الصلاة عبدالله عبدالسلام ايهاب امين سورية نجمة كرة السلة النسائية كليوباترة كانت متواجدة وده شيء ايجابي جدا للنادي الاهلي مبروك على الرعي الثالث تواجده على تيشرت النادي الاهلي في اي مكان على تيشرت النادي الاهلي فانت بالتأكيد على تيشرت النادي الاول مصريا وافريقيا وعربيا في نقطة صعبة جدا ومهمة جدا يمكن كنت في برنامج ديربي في الراديو كان الكابتن احمد الجرح عمل مدخلة مهمة جدا معايا وقال ان في مشكلة عند الجماهير الاتحاد السكندري انها بتهدد عمر الجندي في حالة اسناد مهمة التصفيات النهائية المؤهلة للمنتخب الوطني في صالة اسكندرية وبالتالي كان وقتها قال الكابتن احمد الجرحي ان لابد على اتحاد كرة السلة ان يرعي مثل هذه الامور ويلعب في صلاة سواء برج العرب او صالة حسن مصطفى او اي صلاة اخرى النهاردة اتحاد كرة السلة اسند الاتحاد السكندري وصالص الاتحاد السكندري والاستاذ عمر المسلحي تنظيم التصفيات النهائية للمنتخب كرة السلة اللي بالتأكيد عمر الجندي احد ابرز يعني نجوم كرة السلة في مصر واحد ابرز عناصر المنتخب المصري فنرجم الاستاذ عمر المسلحي والاستاذ محمد مسلحي يكونوا على مستوى الحدث في توعيد جماهير الاتحاد السكندري ان ده اسمه منتخب مصر مش اسم نادي الاتحاد السكندري وبالتأكيد اي تعرض للعب من لعبي النادي الاهلي هيكون صعب جدا جدا قبوله في الوسط الرياضي على الاطلاق والمفترض يكون يعني حاسم جدا في تنظيم اي بطولة او اي تصفيات في صالح الاتحاد السكندري كلنا امل في وعي جماهير الاتحاد السكندري بمساندة مجلس دارة النادي الاتحاد السكندري وان كنت الخطو دي انا غير متفق معها على الاطلاق لان المفترض كان يعني يكون عندنا توعية او عندنا ادراق للموقف بشكل كبير جدا ومن رهنش على توعية الجماهير ونلعب في صالح برج العرب او صالح حسن مصطفى لكن كل التوفيق للمنتخب المصري لكرة السلة بالمناسبة الاتحاد ايضا اعلم في بيانه او في قراراته النهاردة ان هو يعني مش هيشارك فيه بطولة التلاتة في تلاتة نظرا للضيق الوقت والمشاركات الافريقية والدولية سواء للمنتخب او للاندية المصرية دي نقطة كان مهمة اتكلم فيها وهي كرات السلة عندنا طبعا نقطة اخرى وهي من النهاردة برات الزمالك وبرامد وناس كتير بتتكلم جدا عن فكرة استبعاد عبدالله السعيد وشايفين ان استبعاد عبدالله السعيد مساندة لنادي الزمالك او مشابه انا بشوف وجه مختلف شوية من القصة دي لان انا بشوف ان برات برامد والزمالك كعب الزمالك دايما عالي على برامد ونادرا لما برامد يقدر يحقق نتيجة مفاجأة امام نادي الزمالك واقصر ممكن تكون التعادل امام نادي الزمالك فمش القصة اطلاقا ان الاستبعاد عبدالله السعيد عشان تسهيل الامور على نادي الزمالك في بداية الدوري ولكن القصة بتقول لي ان عبدالله السعيد وشهر العسل مبين ومبين ادارة نادي برامد ايضا انتهى بدأنا قلنا احمد فتحي بيبحث عن نادي في يناير شوفنا شريف اكرامي قاعد دكة في برامد وبيبحث عن نادي من يناير عندنا عبدالله السعيد ورمضان صبحي القصة تكون معهم ايه؟ رمضان صبحي شايف ان هو ما عندوش الفرصة لنادي يقدر يحاطم وحاطو يدي له مقابل مالي اللي بياخده في برامد فمتبقي عبدالله السعيد قصته ايه؟ يبدو ان نجم عبدالله السعيد خفت في برامد لان تم تغييره في المباراة الماضية ما بين الشوتين فالواقع بيقول ان عبدالله السعيد خد شمتته ومشي ما بين الشوتين فتم توقيع غرامه مالية على عبدالله السعيد عبدالله السعيد قال لا مش هنالي يحصل معايا الكلام ده وهدت بالرحيل طب يعمل طب يتهدت بالرحيل استبعاد من مباراة الزمالي خطوة زي دي لما تأخذ من ادارة نادي برامد امام الفتى المدلى لدى برامد السنوات الاخيرة عبدالله السعيد وكابتن الفريق بتقولك ان عبدالله السعيد خلاص بدأ نجمه يخفض مع نادي برامز واكيد هيكون في خطوة اخرى ما بعد نادي برامز وربما نادي برامز اللي يسعى على هذه الخطوة بالاتفاق مع عبدالله السعيد عبدالله السعيد الكيرف بدأ ينزل طبيعة كرة القدم وطبيعة الاختيار انت في البداية كنت مدلل الان بيتم استبعادك واحمد فاتحي بيتم توجيهه للبيع او العقد في يناير والشريف اكرامي دكة وبيبحث عن عقد في يناير يتبقى بيزال الان رمضان صبحي فقط لغير من اللي اختاروا الطموح على نادي المجد النادي الاهلي دي كانت نقطة مهم ايضا اننا اتكلم فيها لكن ما ينفعش عد ما حدث بالامس في كأس العالم وتحديدا من فأدي او منتخب المغرب الشقيق اللي قدر ان هو يقولك كل شيء وارد انت دلوقتي داخل عن امراض كأس العالم دور نصف الناية اه هيلعبه منتخب فرنسا منتخب كبير لكن منتخب فرنسا نفسه داخل باحتمالات فوز خمسين خمسين منتخب فرنسا انبارح كان قدام منتخب انجلترا في مبراه صعبة جدا قوية جدا يمكن الشروط التاني منتخب انجلترا كان مكتسح بالفعل منتخب فرنسا ولكن جيروه كان له رأي اخر وهاري كين كان له رأي اخر لما تم احتساب ركل الجزاء ركلتين جزاء لمنتخب انجلترا سدد هاري كين الرقلة الاولى والرقلة التانية كانت فيه وقت قاتل جدا دي اربعة وتمانين والتعادل كان على وشك وندخل فيه الاشواط الاضافية لكن كنت سعيد جدا ويمكن على الهواء لو انتم شفتوا حالة الايل خطة امر او شفتوا في الاعلى حتى لو انتم قلت برا وانا قاعد على الهواء لان هاري كين تحديدا كنت محتاج انه يسيب بصمة رديئة في منتخب كأس العالم في قطر الفين اثنين وعشرين لان هاري كين احد الكباتن اللي كانوا بيدفعوا باستماتة عن شارط وان لوف هاري كين اللي كان بيتكلم بتصراحات ازاي تحرمونا من اننا ندعم وان لوف هاري كين كان قائد منتخب انجلترا اللي كان بيسخر من تنظيم كطر لكأس العالم هاري كين جاه عشان يسيب البصمة الاخيرة في تصفياء في منديال كطر الفين اثنين وعشرين ويتسبب في خروج انجلترا ويعلن انه المتسبب في خروج انجلترا ولكن انجلترا لان تحاسب هاري كين هاري كين ابيض البشرة لو راشفورد كان ممكن يتم حسابه وكانت الجماهير الانجليزية يعني تختاله معنويا لكن هاري كين فتى مدلل يمثل الانجليز في صورتهم اللي انا مقتنع بها وبالتالي انا كنت سعيد جدا بخروج المنتخب الانجليزي لكنني مسسعيد بالتأكيد باصابة لعب او حارس مرمى زي نوير حتى لو كان نوير احد ايضا المدعمين لنا تمنى الشر الاحد ولكن هي رسالة ربما تلقاتها الجماهير العربية والجماهير المصرية تحديدا في تعليقاتها على اصابة نوير ان القصة هي قصة الدعم لشيء عكس الفطرة اكيد اكيد هتكون فيه اصابات اكيد اكيد هيكون فيه عدم توفيق نتمنى بقى التوفيق للمنتخب المغربي وان دحكة امبابيه وفرحته بعد اهضار هاري كين رقلة الجزاء للامانة انا مش قادر انتقضوا لان انا نفس القصة كنت زي امبابيه كده في وقت ضيع رقلة جزاء هاري كين وكنت مبسوط جدا انه اهضر رقلة الجزاء لكن بالتأكيد هتمنى التوفيق للمنتخب المغربي امام المنتخب الفرنسي ويحقق الاعجاز حتى ما يحدث حتى اللي بيحدث حاليا من المنتخب المغربي فقط انجاز لكن في حالة وصول المنتخب المغربي للمبراءة النهائية تخيل كده المغرب عمرها ما تواجدت في المبراءة النهائية الا بحكم مغربي سعيد بلقولة فهل يكرر المنتخب المغربي انجاز رحمة الله عليه سعيد بلقولة وانه يتواجد بشكل بقى مش بحكم في المبراءة لا يتواجد بشكل كامل وفريق ومنتخب وطني يقوده الرقراكي المدير الفني الوطني المنتخب المغرب في المبرانة نهائية ده بالتأكيد هيكون معجزة كبيرة جدا جدا يعني هيكون صعب جدا جدا ان اي منتخب عربي او افريقي يجي يحطم انجاز منتخب المغرب في بطولة هي الاعظم في التاريخ وهي بطولة كأس العالم كل التحية والتقدير للشعب المغربي والمنتخب المغربي والمدرب الوطني الرقراكي والاحتراف فرق كتير اه ممكن تقول الاتحاد خورة لكن انا بشوف ان حتى فوز اللقشع كان فيه كده حاجات بتحصل في الكاف يعني مش بصدد الحديث عنها ولكن احتراف عدد كبير جدا من اللاعبين المغربة يعني ادى في النهاية ان الظهور يكون بالشكل ده خاصة وان نجوم قرى القدم يعني خلاص نجمهم بدأ يخفض اكيد اكيد متعاطف جدا مع كريستيانو رونالدو والناس اللي شايفة القصة صراع ما بين كريستيانو رونالدو وميسي ان راجل ارجنتيني الهواء بعشق كريستيانو رونالدو وشخصية كريستيانو رونالدو واجتهاد كريستيانو رونالدو ربما ميسي يكون عنده موهبة الهية بس الرونالدين هو جات له الموهبة الالهية ما قدرش يحفظ عليها ميسي قدر يحفظ عليها كريستيانو رونالدو قدر يبز المجهود كبير جدا عشان يتخط حدود امكانياته فكصة السخرية من لعبين كبار واحنا عادين كده على المكتب او احنا عادين على تويتر او احنا عادين على الفيسبوك دي قصة بلها يعني انت راجل اصلا الاجتهاد بتاعك ايه عشان تيجي تقيم واحد على مدار السنوات طويلة جدا في صراع مع ميسي وميسي في صراع مع كريستيانو رونالدو بيقدمو لنا المتع على لقب افضل لاعب في العالم فقصة ان انت تقول ان ده تقلل منه او ده تقلل منه انت كده مش عارف يعني ايه كرة قدم حقيقية لان القصة باقتصار شديد هي كرة القدم من اجل المتع ممكن متاعتك تكون في الانتصارات متاعتك في البطولات متاعتك في الاهداف متاعتك في المهارات ايا كان ولكن ما فعلوا كريستيانو رونالدو وميسي في صناعية تاريخية من وجهة نظري لم يحدث من قبل في تاريخ كرة القدم ولن يحدث في تاريخ كرة القدم كل الصناعيات كانت بتيجي بعد فترات زمنية كده مختلفة تقول لك مراد لعب كرة والقصة كانت بتبقى الصناية بالشكل ده بين الارجنتين والبرازيل لكن حاليا انت شفت الاثنين امام عينيك في عشر احداشر سنة شفت ده في ريال مادرين شفت القصة عاملة ازاي فالاثنين نجوم كبار جدا 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 وسانتو استعرض لازمة حقيقة في البرتغال بسبب عدم اشراكه رينالدو من بداية المباراة وكان رده من وجهة نظر رد يعني غير مقنع على المرة بالمرة قالك يعني كريستانوالدو كان قاعد دكة في مباراة سويسرا وقدرنا نكسب فاي المشكلة يعني لأ المشكلة كبيرة جدا ان انت لما تيجي تلعب قدام فريق عربي او فريق مغربي كريستانوالدو لو ثقلوا بالتأكيد وورد جدا يكون راموس كان موفق في مباراة سويسرا لم يزرع اطلاق في مباراة المغرب وده من حصن حظنا وحصن حظة المنتخب المغربي الصعود وعلى المقابل هناك مواجهة اخرى هتكون ما بين الارجنتين وكرواتيا مودريش امام ميسي وكرواتيا بتتسلل يعني مش مهم الاداء القصة كلها ان انت ازاي تسعد بطاقة التآهل كرة القدم في كأس العالم تغيرت بشكل كبير جدا يمكن المنتخب المغربي اقدم صورة لهذا التغير نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام اشتركوا في القناة